موسيقى طابط وقتكم كل خير من الفضائية الارترية نقدم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العنويين موسيقى الرئيس السياسي بعث رسالكم إلى الرئيس المصري موسيقى منسقة برامج مكافحة تغيير المناخية الأممية تغوم بزيارة القمج التنموية بالإقليم الأوسط موسيقى تخريج أعضاء وزارة الإعلام من دورة تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام موسيقى عشرات الضحايا في فيضانات بليمن موسيقى زلزالان قويا يطربان قبال الساحل اليمن موسيقى موسيقى حرارة غير مسلوقة تصيب نياه الحاجز المراجاني العظيم موسيقى إلى التفاصيل سلم وزير الشؤون الخارجية سيد عثمان صالح اليوم رسالة من الرئيس السياس أفورق إلى رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي تتعلق بالأوضاع في المنطقة والعلاقات الإيرترية المصرية والغضايا ذات الاهتمام المشترك حاضر اللقاء من جانب إيرترية السفير فاصيل قبرس اللاسة ومن الجانب المصري وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات العام اللواء عباس كامل وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي تحياتها الطيبة إلى الرئيس السياس أفورقي قامت منسعة برامج مكافحة التغيير المناخية لأمومي بمستوى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة رينا جيلاني بزيارة من الثامن من أغسطس إلى ضواحي عرب ربوع كوازين ومانا فيستو لتفقد البرامج التنموية الجارية في الإقليم الأوسط رفقها في زيارة وزير الأراضي والمياه السيدة فاي قبرس اللاسة حيث بدأت الجولة التفقدية باستسدى الذي تم تشييده بحجم المتوسط في عرب ربوع والمشاريع الزراعية المرتبطة به وزيارة مناطق مايد منذ لتفقد برامج إصلاح مساحة ألف ومائة هكتار وتشجيرها بناحو خمسمائة ألف شتلة وقدمها لها شرحا مصحوبا بصور حول مراحل تنفيذ المشروع وثلقت لدى وصولها منطقة كوازين بمدرية سرجغة في زيارة للمحمية الوطنية الشمالية والجنوبية شرحا تفصيليا حول القوانين التي أصدرتها الحكومة الإليترية بالعام 2014 لحماية المحميات الطبيعية والسامية في تنمية التنوع الإحائي وفي منطقة مونانفستو شهدت مشاريع تشجير المجتمعية وتركيب مولدات الطاقة الشمسية وخطوط المياه وفي تصريح لوكالة الأنباء لإيرتريا إيرانا كدت سيرارينا جيلاني بأن إيرتريا ورغم كونها من الدول التي تنبع اسمينها القازات بكميات قليلة ومن الدول المتضررة من التغيير المناخي إلا أنها لاحظت جهود الحكومة الإيرتريا والمجتمع في القيام بأنشطة بيئة ناجحة بإمكانياتها الزاتية معربة عن أملها في القيام بتنفيذ مشاريع مشتركة بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال وكانت منصغة برامج مكافعة تغيير المناخي الأممي بمستوى مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة السيدارينا جيلاني قد عقدت لقاءة سنائية في السابع من أغسطس الجاري مع كل من وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبرس اللاسي ووزير الزراع سيدار رفاين بره ووزير صناعة والتنمية الوطنية الدكتور قرقيش تخلى ميكيل خرجت وزارة الإعلام 24 عضوان 9 منهم من الاناس في الثامن من أغسطس في دورة تدريبية في الصحافة والإعلام والتي امتدت لسنة شملت الدورة التأهيل النظري والعملي في مجالات الطباعة الإزاعة والتلفزيون والإعلان والإعلام الرغمي وركزت الدورة في مبادئ ومضمون الأخبار وأساليب الحوار تحرير ونشر الأخبار إعداد وتقديم البرامج العلاقات العامة والإعلان تصميم الواجهة التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي أساسيات العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع والإنسان بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية ألقى وزير الإعلام سيد يماني قبر مسقل كلمة من مناسبة وصافية لإعلاميين الاجتهاد لنشر قيام المجتمعية المتحضرة ورؤيتنا وسياستنا التنموية بتقديم موضوعي وكون نزعة تاريخ عريق مغضحا أن هذا لا يطبق إلا برفع الكفاءة الإعلامية وتقوية الكادر البشري للتعرف على أحدث تغنيات في المجال بالإضافة إلى التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي بمهارة لا يظل قيارا لا بديل له وأكد مدير فرع تطوير الموارد البشرية السيد عبدالله دامر في كلمته أهمية تزامن وحدثة الدورة مع جهد المتواصل لرفع القدرات الإعلامية سنويا بالتخطيط لدورات تاهلية وبرامج تدريبية دائمة شارك المتدربين شاكرا للمتدربين والمدربين شاكرا للمتدربين والمدربين بالاهتمام الذي أبدوه موصلة الخريجين أشهدت بدورها بقيام وزارة الإعلام بهذه الدورة التي ستحسن من أدائهم المهني مع اكتسابهم من قبرات عملية كرما في النهاية المتفوقين في الدورة بالميداليات هذا وقد قامت المواطنة فأن يهنس القادم من الولايات المتحدة الأمريكية بدورة تنويرية لخمسين أعضل للوزارة بعنوان شبكة التواصل الاجتماعي والزكاة الاجتماعي في الفترة من الثاني والعشرين من يليو وحتى الثاني من أقسطوس قامت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأس سيدة خاتس فاميكيل في السادس من أقسطس بتشجيع عضوات جمعية الدركة التعاونية لتنمية البساتين وقدمت السيدات خاء خلال تفقودها مشاريع مزارع القمحة أسفل سد دركة الأدوات الزراعية باسم الاتحاد الوطني للمرأة للمزارعات ودعت في اللقاء لزاجرته لعضوات الجمعية البالغ عددهم 116 مرأة إلى العمل بالتنسيق مع جهات المعانية لتعزيز الانتاجية وحل المصاحب التي تواجههم من جانبها وضحت مسؤولة الاتحاد الوطني في الإقليم الجنوبية السيدة سن نايتفورقي أن المبادرة تأتي في طرجه تمكين المرأة داعية عضوات الجمعية للدفع بالانتاج بالعمل التعاوني التكاملي وشكرت عضوات الجمعية بالدعم المقدم وضحاته بأن نشاطهن الزراعي تطور في البداية بالدعم المقدم من القرية والاتحاد الوطني للمرأة وجهات الشريكة الأخرى لكن العمل اقتصر في السنوات الخمسة الماضية على الزراعة المطرية فقط لأسباب مختلفة وهنا على استعدال لتفعيل نشاطهن والتنمية المروية وأكدت مدير مدرية إمنحي لبليناب السيدات الحاسف غادوا على تعاون إدارة المدرية في جهود عضوات الجمعية الزراعية لحل مصاعبهن انطلق عام جمعية دركو التعاونية الزراعية في العام 2007 ب96 امرأة في مساحة 20 هكتاران وتضم حالياً 116 امرأة تغم بالتنمية الزراعية في مساحة 22 هكتاران يغم طلاب المشاركون في حملة التنمية الصيفية في مدرية النقفة بعمال فاعلة من الثامن من يوليو في حماية التروح في ظلمية وبناء المدرجات وعداد الحفر للتشجير وأوضح المشاركون لأكالة الأنبالي إيرتريا إيرانان الخبرة والتجربة التي يكتسبونها كأشخاص أكبر مما كانوا يقومون به على أرض الواقع وأنهم يعملون بجدل إكمال البرامج المخطط لها ضمن الإطار الزمني المحدد وقال مسؤول سلطة القابة والحيلة البرية في المدرية السيد تشفى ألم زودي أن الأعمال تشمل بناء وصيانة المدرجات والحواجز المائية والتشجير وقد تم حتى الآن بناء وصيانة أكثر من ثمانية ألاف متر من المدرجات وإعداد الفين وخمسمائة حفرة للتشجير وذكر الأستاذ محمد نور إسماعيل من المشرفين على الطلاب إن العمل الذي يتم إنجازه هذا العام أفضل من العام الماضي ويقوم الطلاب باكتساب الخبرة من الحملة التي تنفذ سنويا يشارك هذا العام 172 طالبا بينهم 188 طالبا في حملة الطلاب التنموية في مدرية نقفة الاستشهد في السابع من أغسطس المناضي لإسمنلاش قبر إيسوس مسؤول قسم السجلات والرخص في وزارة المواصلات والاتصالات عن عمر 79 عاما جراء مرض ألم به التحق المناضي لإسمنلاش قبر إيسوس بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر مايو عام 1975 وخدم في مرحلة الكفاح المسلح في القوات المقاتلة وأجزة التنظيم وبعد الاستغلال في خدمات الاتصالات الإرترية مسؤولا للفرع أسمر ومن العام 1999 حتى استشهاده مسؤولا لقسم السجلات والرخص في قسم الاتصالات وغضوار جسمانه الثرى اليوم الثامن من أغسطس في مغمرة الشهداء في أسمراء وتعرب وزارة المواصلات والاتصالات عن حزنها لاستشهاد المناضي لإسمنلاش قبر إيسوس وتقدم تعزيها لأسرته وارفقائه وزملائه الأخبار العالمية بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا غضى خمسة وأربعون شخصا في اليمن في الأيام الأخيرة جراسي الجارفة تسببت بها أمطار قزيرة بحسب حصيلة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية بناء على أرقام أعلنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية ومحافظ الحديدية الواقعة في القرب وكانت منظمة الأقزية والزراعة للأمم المتحدة قد توقعت أن يشهد اليمن في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي فطول أمطار تراكمية بمعدل 300 مليمتر عبر المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية وكتبت الوكالة الأممية تسببت الأمطار وسيولة جارفة في مبنى بمحافظة تعز جنوب قرب في تضرر نحو عشرة ألاف شخص وفي خمسة عشر حالة وفاة ودفن أكثر من ثمانين بئران وجر فاراضي الزراعية وتضرر المنازل والبناء التحتية ضرب زلزال بقوة 6.9.7.1 درجات تواهلين قبال جزيرة كوشيا في جنوب اليابان وفق ما فارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي وغلى مركز التحذير من صنامي في المحيط الهادي أنه لا تهديد فوري بحدوث موجات من مد عاتية صنامي بسبب الزلزالين غير أن اليابان كانت قد أصدرت عقب الزلزال الأول تحذيرا من صنامي في عدة مناطق بجزيرتي كواشو وشوكوغو في جنوب قرب البلاد حسب ما ذكرت هيئة الإزاع والتلفزيون اليابانية وفقا للأشوش تيد برس فقد ذكرت وكالة الإرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال الأول الذي بلق قوته 6.9 درجات بشكل مبدئي كان قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كواشو الرئيسية جنوبية البلاد وعلى عمق حوالي 30 كم ولم يعرف بعد ما إذا كان أي من الزلزالين قد تسبب بحدوث أضرار أو سقوط ضحايا سجلت درجات الحرارة المياه التي تضمن الحاجز المراجاني العظيم الشهير في أستراليا سجلت في السنوات العشرة الأخيرة على مستوى لها منذ 400 عام وارتفع درجات الحرارة درجات مياوية واحدة كل سنة منذ العام 1960 لكنها كانت مرتفعة بشكل خاص خلال الموجات الأخيرة من انبياض المراجان بحسب الدراسة المنشورة في مجلة نيكر العلمية المرموقة حسب وكالة أنباء فرانس برس وارتفع درجات حرارة المياه هو الأعلى هو على الأرجح نتيجة تغيير المناخية الناجمة على الأنشطة البشرية ويعد الحاجز المراجاني العظيم الممتد على 2300 كلمتر على طول ساحل كويزلاند أكبر بنحية في العالم ويضم تنوعا بيولوجيا قنيا جدا مع أكثر من 600 نوع من المراجان و1625 نوع من الأسماك درس باحثون أستراليون درجات حرارة سطح البحر الذي يضم المراجان باستخدام عينات من الشعوب المراجانية القديمة ليعدد وضع تصور لدرجات الحرارة منذ العام 1618 أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن رائدين فضاء عليقين في الفضاء ربما لن يتمكن من العودة إلى الأرض حتى العام 2025 بسبب مشاكل في كبسولة ستارلنير الجديدة من إنتاج بوينغ وفقا لوكالة الأنباء الألمانية الجديد بالذكر أن رائدين الفضاء الأمريكيين باري ويلمر وسونيت ويليامس موجودان على محطة الفضاء الدولية منذ يونيو رغم أنه كان من المفترض أن تكون إقامتهم لمدة سبوع واحد فقط وبعد اطلاقها من مركز كيبا كانفيرل الفضائي في فولاريدا تمكنت المركبة الفضائية من الالتحام بمحطة الفضاء الدولية في المحاولة الثانية بسبب مشاكل في المحركات بالإضافة إلى ذلك تعرضت المركبة لتصرب هيليوم وتتم مناقشة خيارين حاليا لإعادة رائدين الفضاء إلى الأرض حسب ما ذكرت ناسا الخيار الأول هو عودتهم على متن ستارلنير ولكن تعين إصلاح المركبة الفضائية أولا أما الخيار الأخير فهو استبدال اثنين من أربعة رواض من مهمة سبيس اكس كرو تسعة التي من المقرر إطلاقها في سبتمبر عنوين الأخبار مرة أخرى الرئيس السياسي بعث رسالة إلى الرئيس المصري منصغة طرحة مكافعة التغيير المناخية الأممية تغنب زيارة طرحة تنموية بالإقليم الأوسط تخريج أعضاء وزارة الإعلام من دورة تدريبية في مجالات الصحافة والإعلام عشرات الضحايا في فيضانات باليمن زلزالان قويا يضربان قبال الساحل اليابان عرارة غير مشفوقة تسيريال حجز المراجالي العظيم وصلنا إلى اختام النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة